أعلنت وكالة مهر الإيرانية أن قائد فيلق القدس قاسم سليماني وصل إلى العراق بالتزامن مع زيارة وزير الدفاع الأمريكي للإشراف على قوات النخبة من الحرس الثوري الإيراني وميليشيات الحجد في معركة الموصل وقالت الوكالة شبه الرسمية أن سليماني وصل بشكل مفاجئ إلى العراق لتقديم الاستشارات للقوات الأمنية خلال معركة الموصل فيما أكدت مصادر صحفيان وجود سليماني لن يقتصر على تقديم المشورة فحسب بل لقيادة قوات النخبة التابعة لفيلق القدس مضيحة أنه سيلتقي مسؤولين وقادة عسكريين عراقيين للاطلاع على سير المعارك الجارية